طب ليه ضد الفوضى موضوع اللي بنتكلم في النهاردة مشكلة خطيرة أقول لك لما تجد إن شباب وشبات وإن هم بيعزفوا عن الزواج وإن الشباب خلاص ما بقاش مستحمل الوضع وغلاء الأسعار قال لي على فكرة تعالي أقول لك كلمة فودانك كيلو القوطة بخمسة وعشرين جنيه خليها في سرك خليها في سرك ما تقولش الحد عليها دي ما تقولش عليها الحد دي وبالنسبة بالنسبة بقى يعني المخرج بيقول لي في ال بيقول لك ورق العنب بصفي الناس بحب ورق العنب خلي بالك بقى بحاجة بسيطة ببريزة ورقة مقفولة بمية جنيه واخبالك زي ورقة البوستة كده فطبعا يعني أنا معرفش هي القوطة غلية في أوكرانيا ولا في روسيا ولا هما بيزرعوه هناك وبيجيبوه لنا أنا مش قادر أفهم موضوع ايه لكن هو الموضوع الواضح ان احنا كله يعني عارف انت ايه كله بيحمل على كله اللي مرتبط بالاستراد ماشي واللي مش مرتبط كله بقى يحمل لدرجة ان سواء المكرباز برضو على الأجرب مزاجه وقال لك تحس ان هو كان بيحارب في أوكرانيا وجه وهو من الأسرى الحرب فجاي بيعوض المكاسب بتاعته عندنا هنا في مصر طب ما بالك الشباب هيعزف هيعزف ليه عارف هيعزف ليه؟ الشباب هيعزف عشان خاطر الوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار ده ودانا في حتة تانية خالص يعني اللي كان بيفكر النهاردة يزبط نفسه ويجيب له جهاز على غسالة على تلاجة ويمشي الدنيا ودلوقتي بقى التفكير خارج الإطار خلاص خلاص موضوع كده بقت ايه؟ خارج إطار السيطرة عارف أنت إحنا خرجنا عن السيطرة فلازم يبقى فيه أنا يعني بصفة أن أنا يعني دايس في الأماكن دي في الموضوع دي شايف أن إحنا يبقى فيه حملة ممنهجة لدراسة هذه الأمور وتزليل العقبات وتزليل المشاكل والحلول علشان الشباب ما يمتنعش عن الزواج لأن امتناع الشباب وامتناع الشبات عن الزواج هيودينا الحتة تانية أظن أنتوا عارفين أنا قصدي إيه؟ مش عيب أن أنا أقول لكم ده ولا أكيد أنتوا فعامينه هيودينا المرحلة تانية مرحلة ما ينفعش أن أنا أقول عليها غير أنها مرحلة الرزيلة ما هو يا أم أنت خلاص طالما عزفت عن الزواج خلاص أنت بتتوجه للمحرمات وده ما ينفعش مجتمعنا مجتمع مستقيم إحنا دولة محترمة مهذبة منضبطة أي أن كان فيه أخطاء فيه حاجات شاذة في المجتمع عادي لكن إن إحنا نخرج عن المألوف وإن موضوع مشاريع الزواج تتوقف؟ لا دي هتبقى مصيبة كبيرة هنجد خطورتها فيما بعد ولذلك أنا يعني حابب أن المشروع بتاع قانون الأسرة الجديد إن شاء الله اللي هنطلق في 22 إن شاء الله بإذن الله يكون يعني دعوة إنه هو يكون قانون لحماية الأسرة مش قانون لحماية المرأة بس أنا عارف إن المرأة بيقع عليها عبء معين لما بيتم تطلقها ولما بيتم خروجها من البيت ومشاكل مع الزوج والحاجات اللي بتحصل دي والأسرة بتفقد ثوابتها لكن حد بقول لكم عاوزين نشغل الميكروسكوب بتاعنا كويس الميكروسكوب ينظر إحنا رايحين فين؟ ما توردش نفسك؟ إيه ده؟ هو الزواج النهار ده بقى توريطة؟ أنا طبعا باتكلم على حاجة بتحصل في المجتمع وده هيؤدي إلى فوضى بعد كده هيؤدي إن الشباب والشابات هيبقوا في حتة تانية خلاص يقول لك أنا مش عايز أتجوز وأنا يعني استغفر رضا العظيم بقى يخش بقى في سكة مش كويسة ترجمة نانسي قنقر